طبعا دخلت على كريس بامستيد لقيت واقف ومتدخل عليه رزعته خمسة في ايده قلت له بقولك ايه ممكن توقعلي على التشيرت من ورا يا زميلي قال لي ناشا صاحبي وقام وقعت على التشيرت من ورا وبعد كده التشيرت بوازر الحمد لله وعادي وقع عليه وشغبت عليه من ورا قلت له لها بقولك ايه وانا واقف بالشبشب بقى والشورت نازل من البيت ومتقلع التشيرت طبعا انا عايز اقلع التشيرت اخد معك صور عشان اعرفك قد انت صغير على وقمت حبا بتصور معا هنا وكده بص اشوفوا بيعمل ايه وقلت عملت زيه بس ملحقتش تمسلم عليها زميلي وقلت له الف مبروك واخدت معا الصورة كمان هي عشان ايه الزكار والواحد اللي ورا ده طبعا ما بوازلي الصورة بس انا قلت ايه احطه فيها كده عادي ما فيهاش حاجة وده صاحبي واحد اسمه بريت ويلكن مع اصروف باسمي ده بوتشر ودخلت انا عليه قلت له بص انا عايز اكتمديلي هنا يا صاحبي بس ايه مش عارفت قد امدي قال لي بص عد حطه على ظهرك وبتاع عامتي ومت انا عملت له طرابيزة كده على ظهري وعمل بقى يمدي ما التشيرت كده كده بايز يا زميلي فما فيهاش حاجة انا قلت برضه اكامل انفست للتشيرت يمكن في المستقبل الناس دي تموت وتعمل لي فلوس بقى اهم فقلت له ممكن بقى يا صاحبي صورة وحات القلم بس حسنا متضربش عليه وهمتوا طولها بنصورني مع السفاحة ما قال لك بص قال لك اعمل بقى اموشان وقبا جامل جدا ومضحك بس عسل وده زميني فان ووكر عائل صغير كده لسه طالع تلاتة عشرين سنة قاعد مع كريس بامستد بقى بيتبنيه يحطه تحت ايده كده فهم بيسوق له منتجاته على الانستجرام والحوارات والمشاكل والحاجات من دي وهو عن تلاتة عشرين سنة صغر مني بسنتين بس انا اقولت انا اقولت اعرفه مقامه بردك واقوله خاف على نفسك في المستقب هل محدش عارف هيعيش لحد ايمتا والحد هنا جماعة كان لازم نلبس الهودي تاني لان كي وان كان جوا ودوت رجل سفاح في العشرينيات بردك وبطل عالمي جدا 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 بس سنتين وهيعتزل وانا برا بقى وامت من الكعب في لقاء عملوا معا لقاء قالوا لي ايه ده يا زميني وقلت لنا انا كنت عرفت ان بامستد والدانيا دول في الستي وقمت نازل من البيت والحيات شغير ونزلت بالشورت والشيب شب عادي قالوا لي طب اقلي تحت التشيرت ده ما تقلع تورينا كده قلت لهم انت تؤمرني طبعا وقمت قلعت له قلت له بس يا صاحبي احنا جايين في السكة بس احنا لسه تحت الانشاء وقعد بقى يقول لي انت جاي المين ومنين وقعد يتعرف علي كده كأنه يا خدرق كمي وقمت بقلعت اللقاء طبعا وقمت وانا بالشيب شب والشورت وقمت من كتر التواضع انت عارفين احنا لازم ان تكون متواضع في الحاجات اللي زي دي وده الساعدون صاحبي جاي معايا كده عادي معرفش اي حد في اي حتة ودخل ودي بيت معرفهاش برضو وقال لي بص انا عايز البيت دي قلت له خد يازميني ندلعك كان عيد ميلاده برضا كان لازم نكرم طبعا عشان انا وقت جامد جدا قمت سرق البيت بتاعت وخدت معاها صورة اتحضاني من وراء بس انا كان راجل مقدب وامتحطت اي داية كده من قدام عشان راجل محترم وداية تاني لمواغس وده اجد عن كسترنين ووجونه حاجة غريبة كده مش فاكر اسمه ايه فاشتوا ماشي بكياس من البقال وامتخدت معاه صورة برا وخلص الموضوع وده الساعدون تاني برضو جاي معايا كده عادي يعني وحب نشكره نواجه رسالة شوكر لي ونقول له شكرا على التوسيلة وكان عيد ميلاده وكل سنة وانت طيب ونشوفك اليفنت التاني باذن الله